اشتركوا في القناة وتقديراً للمجهود نتمنى منكم أن تدعمونا بالضغط على لايك للفيديو ومشاركة الفيديو لكي تعم الفائدة وكتاب التعليق أسفل الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول ضع دائرة على الرمز الدال على الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة واحد النشاط الذي يتشارك به الفرد مع الآخرين خارج المنزل مجاله ألف أسري با دراسي جيم الاجتماعي الإجابة الصحيحة هي الاجتماعي اتنين التحديات التي تمنع أو تؤخر الفرد من تنفيذ الأنشطة اليومية تعرف ب ألف المذاكرة با الأولويات جيم المعوقات الإجابة الصحيحة هي المعوقات تلاتة جميع ما يلي من خطوات المذاكرة معادة ألف جدول المذاكرة با الحفظ جيم المراجعة الإجابة الصحيحة هي جدول المراجعة أربعة من مواصفات المكان المناسب للمذاكرة ألف تهوية مناسبة با هادئ ونظيف جيم جميع ما سبق الإجابة الصحيحة هي جميع ما سبق أكمل بكلمة واحدة فقط العبارات التالية يصنف الكسل والملل من المعوقات الداخلية المذاكرة وكتابة الواجبات نشاط من الأنشطة اليومية للمذاكرة الجيدة خطوات عددها أربعة تنقسم القراءة إلى قراءة مسحية وقراءة بفهم وتركيز السؤال الثاني أجب عن الأسئلة التالية إجابة صحيحة 1- علل ما يلي ألف يجب أن يتصف مكان المذاكرة بإضاءة مناسبة للحفاظ على العين من الإجهاد 2- علل إعداد جدول المذاكرة الإسبوعي من صفات الطالبة المجتهدة لأنه ينظم الوقت ويقضي على التأجيل ويحدد الأهداف ويحققها ويزيد من التركيز 2- عرفي المقصود بترتيب الأولويات ترتيب الأولويات هي كتابة الأنشطة اليومية ثم ترتيبها وفق أهميتها مع مراعاة الزمن المطلوب لتنفيذها 3- أكمل الجدول التالي بما يناسبه 4- وجهة المقارنة المجال الشخصي 5- التعريف هي أن يقوم الشخص بها بنفسه دون الحاجة للغير 6- المجال الأسري 7- التعريف هي التي يقوم بها الشخص مع الأسرة والآخرين 7- أمثلة على المجال الشخصي 8- تناول وجبة الإفطار 9- اللعب بلعبة إلكترونية 9- أمثلة على المجال الأسري 10- مشاهدة التلفاز مع الأسرة 11- والمساعدة في إعداد الطعام 11- السؤال الثالث أجب عن الأسئلة التالية إجابة صحيحة وشافية 1- المزاكرة يومية لا تتم إلا بتطبيق خطوات المزاكرة الجيدة لتحقق الأهداف 1- بعد دراستك لمهارة المزاكرة الجيدة عدتي فوائد المزاكرة وفق جدول المزاكرة 1- تحديد الأهداف وتحقيقها 2- القضاء على عادة التأجيل 2- تذكري اثنين من طرق الحفظ، التقسيم، والتكرار 3- اثنين، صنفي الأنشطة التالية إلى مجالاتها الصحيحة 4- آداء مشروع الدراسات، المجال الدراسي 5- زيارة جارتي المريضة، المجال الاجتماعي 6- الزكر والدعاء بعد صلاة الفجر، المجال الديني 6- وبهذا نكون قد انتهينا من حل الاختبار 7- ولا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على لايك للفيديو ومشاركة الفيديو لكي تعم الفائدة 8- وكتاب التعليق أسفل الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس 7- شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر